مرحبا بكم مجددا إلى حلقة جديدة من عن قرب بعد شهرين على عملية سوسا التي راح ضحيتها 38 شخصا غالبيتهم من السياح الأجانب كشفت التقارير الدولية أن أعداد شباب تونسيين الذين التحقوا بالجماعات المتشددة تخطى الخمسة آلاف من مختلف المناطق والطبقات الاجتماعية سكاين نيوز عربية دخلت منازل عدد من هؤلاء وتحدثت إليهم عن أولادهم الذين تحولوا في فترة قياسية من عمال أو تلاميذ إلى مقاتلين متشددين ولد تونسي محمد بالقاسم بن حسين عام 83 في منزل متواضع بمحافظة القيروان استهوته الدراسة طفلا لكنه ترك مقاعدها في سن المبكرة ليمتهن الحلاقة ثم تركها ليصبح خبازا كان محمد أتونسي الشاب يقضي أوقات فراغه بالرسم والنقش على الكؤوس يزينها ويسبغها بالألوان قبل أن يعمل المد من العملية الفدائية هذه كلمتني كلمنا نهار الجمعة مقابلني كتاوراحت من الجمعة قاعد على البنك وهو أولاد قاعد هناكينا والتاليفون ضرب هاز هو التاليفون نقاه قالوا شكون في الدار قالوا هانا الكلام موجودين قالوا عديلي أنا حكاها معاهم بعد قالوا عديلي لو أدلو الأولاد وبعد عدلو أمه أنا آخر واحد قال بابا نقول لك حاجة قال للميروح روا سعيب وطلب منك أنك تسامحني كان ذلك في حزيران عام 2013 نفذ محمد بالقاسم بن حسين عملية انتحارية في كاركوك بالعراق قبل سنة طلب محمد من والده أن يستصدر له جواز سفر وغادر إلى ليبيا مدعيا أنه ذهب للبحث عن عمل هناك لكنه انتقل منها إلى سوريا للقتال في صفوف المتشددين ودقي فيها ستة أشهر قبل أن ينهي حياته في العراق قال لي بابا نقول لك حاجة أنني مسيت للعراق وسوريا رأيي معناها أمورها مش الكلام اللي سمعته في تونس موجود في سوريا رأيي الكلام اللي أنا سمعته فيه لكل ورأيه مصر صحيح أنا جيتني كين للسوريا على أساس ما جيت للجهاد نرقص في مجمعة كلها مسلمين والكلها معناها ناس معناها عرب معناها قاعدين يتقاتلوا على الكراسي حاولت والدة محمد أن تقنعه مرارا بالعدول عن هذا الطريق لكنه أصر على رحلة الموت على الرغم من دموعها وصمتها المدوي وكان احتفال السلفيين الجهاديين في القيروان بمقتل محمد دليلا قاطعا بالنسبة لولده على تورطهم في استقطابه لمو هنا قدام الدار ينكو دي خمسمائة واحد هاي التنمو ديكينا مش انكو خاوضها بالعياض والله واكبر ومثواه الجنة وهذاك مفتاح الجنة كل مرة أحرم عليك والله أحرم عليك قاعدين معناها ذروا في العائلات وقاعدين تعبوا في العائلات وتقولهم معناها تغسلوا في أم خاخم وتبعثوا فيهم وتقولهم معناها أمشي يا أخوية رأي الجنة تستنى فيك في سوريا انت كتعرف الجنة تستنى فيك في سوريا واحد انت تلقى الجنة وتسلم فيها تعطيها لغيرك انت عندك مفتاح الجنة باش الدخل يتحب وتخرج يتحمل الجنة يناس خافوا ربهم وتقول له لم تنتهي قصة العائلة هنا حاول أحد المتشددين تجنيد صهيب صغير العائلة وكادت والدة محمد أن تبكي ابنا ثانيا لكن صهيب بن حسين أراد فقط مساعدة عائلته في شراء ضحية العيد فكاد أن يكون هو الضحية كان يسير أنا بشي ساعة ملول معي أنا كنت نخدم نهاية الساعة وزيت فترة عبطالك 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 وواتي عيد بشي شير بجعنا أفهم معي جاينا في المتنين وضعنا الظروف بشعب شعنا في الضالة على قدة في المتنين لغالب مش منتوفر لحق العلوش على العلوش أنا في المتنين مش كنت العلوش جيني واحد ما نعرفه معا قال لي رأي يحب نغيخني في الجبس هو غادي وقال لي ما بش تمشي معا ليبي فيه في الووس وكاده خينا منهني فهمتني في الخدمة وكاده قال لي ما رأيت حب تمشي معايا يعني أنا مخطة ما عليك باسبور فهمتني قلت له طوع حاليا من نجم شي فهمتني ما عليك باسبور قال لي النجم نخل ما قفله فيها ندخله عارقين وشا كاب مشيت معاها تبعت وانا قلت الحد سعر الدار أنا مش كذي مشيت معاها وقعت في ليبيا غادي في البالي معناها حكي خدمة صحيحة قال عليه هو فهمتني هي خطاعة حكي أخرى اكتشف صهيب أن الذي ساعده للخروج عبر الحدود من أجل تأمين المال لشراء كبش العيد استدرجه إلى مخيم لأنصار الخلافة في ليبيا وأن الوعود بالعمل وبالمال الوفير ما هي إلا غطاء لتجنيد الشباب وإرسالهم إلى سوريا خلال سنتين كانت أصغر دول المغرب العربي تعيش أكبر نزيف بشري تحولت البلاد إلى خزان لتصدير المقاتلين إلى ساحات الموت وتذكر العالم بعد هجومي باردو وسوسا أن الذين عبروا الحدود للالتحاق بصفوف المقاتلين المتشددين في كل من سوريا وليبيا والعراق ومالي يعدون بالألاف في العاشر من يوليو الماضي أصدر خبراء في الأمم المتحدة تقريراً قدر عدد تونسيين الذين التحقوا بتنظيمات متشددة وبخاصة في ليبيا وسوريا والعراق بأكثر من خمسة ألاف وخمسمائة شاب وشابة ووجه المجتمع الدولي دعوة إلى تونس لمنع التحاق المزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات نحن نقول ونتفهم موقف كل الدول لموقفها من الوضع الأمني في تونس نتفهم هذا الموقف خصوصاً بعض العملية التي حصلت في تونس لكن في الحقيقة الجهاز الأمني التونسي يتعافى شيئاً فشيئاً ويوماً بعد يوم يعني المعاربة للإرهاب هي عملية متواصلة وعلى الجميع أن يعلم أن موقف الأمن التونسي والجيش التونسي والدولة التونسية واضح لن يكون للإرهاب أي مستقبل في تونس بل بالعكس المستقبل في تونس هو الديمقراطية والحرية وليعلم كل من يغادر تونس أو يرحل عنها أنه يرحل عن الديمقراطية والحرية ولا يرحل عن أي شيء آخر كان واضحاً أن المعركة طويلة وصعبة وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة وقرار الحكومة التونسية بناء جدار على الحدود بين ليبيا وتونس استمرت صور المقاتلين التونسيين في ملء صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام التي تلت الهجوم على شاطئ سوسا انتشر خبر عبوري 33 شخصاً من منطقة رمادة في محافظة تطوين جنوبي البلاد باتجاه ليبيا من ضمن المجموعة الميذن لم يجاوز الخامسة عشر من العمر وموظف وثلاثة ضباط من الجيش من بينهم ضابط طيار بعد صلات الترويح التي أقاموها هنا في هذا الجامع انطلقوا عبر الحدود للالتحاق بتنظيم الدولة في ليبيا كما بيّنت التحقيقات عمارهم من ستة عشر إلى خمسة وثلاثين سنة يجمعهم الانتماء الديني المتشدد الذي أشرف على تأطيره أميرهم البشير زنجاح ابن رمادة هذه المنطقة والتي اختفى معهم من بين المختفين أيضاً محمد ابن ثمانية عشر سنة ترك والدته الأرملة وأختاً صغيرة يرجح يكون محمد أغلق وراءه باب العودة بشكل نهائي هؤلاء الذين خرجوا لا أعتقد أنهم سيعودون لأن إذا لم تفلح معهم طرق العلاج وترق الحوار فلا أعتقد أنهم وصلوا للمرحلة الخطيرة هذه أن يعود لأننا لم نسجل حتى من الذين خرجوا أي حالة من حالة العودة بل أغلبنا للأسف أن نسمع بهم رحلوا إلى العالم الآخر مثلها مثل غالبية مدن الجنوب التونسي لم تشهد رمادة التي لا يتجاوز عدد سكانها الخمسة ألاف نسمة أي مشاريع تنموية خرج منها ثلاثة وسبعون شاباً إلى ليبيا وسوريا وشكل انتشار المساجد غير الشرعية بين العامين 2012 و2013 مساحة حرة لتنظيم الدولة وللسلفية الجهادية لاستياد الشباب الجامعة هذا أنشأ بعد الثورة في 2011 كان في الأصل منتزه وبرغبة شعبية للموجودين في الحي هذا حولوه إلى مسجد بمجهود شعبي منهم إلى حد الآن وضعتها غير قانونية باتبارة ليس تحت شرف وزارة الشهون الدينية المؤشف أن هذا الجامع كان تأمه بعض الشباب الذين ينضوون تحت الفكر الجهادي السلفي أنا اتصلت بالسلطة الجهوية في شأنه في ذات الأثناء يجب أن تضبط وضعية القانونية هذا المسجد حتى تكون فيه هيئة تراخبه وهيئة تقوم عليه لتفادي الأخطار التي كانت تنجمها حتى لا يصبح وكر من نوكار التطرف هل هو كذلك اليوم؟ بقى طبعا للأسف للأسف هو كذلك في بعض المساجد كانوا يستقبلون ويلقنون ويساهمون في إرسال المقاتلين إلى ليبيا وسوريا والعراق ومالي أحصت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية التونسية 385 مسجداً غير شرعي تحول بعضها إلى أوكار للمتشددين وشرع اتباعاً بإغلاقها أو مطالبة بعضها بتسوية أوضاعه الإجراء التمثل في غلق الثمانين مسجد من المساجد التي تم بنائها بعد الثورة ثورة يناير 2011 التي تم بنائها بطريقة عشوائية غير مرخصة لا تعلم الدولة عنها شيئاً من حيثها على الجانب العقاري جانب البناية والتي تم استغلال عدد منها من طرف جماعات تكفيرية وجماعات تحمل فكر غريب عن المجتمع غريب عن الإسلام أيضاً الإسلام الحق، الإسلام الاعتدال، الإسلام الوسطية، الإسلام التسامح، الإسلام الحياة من الصعب قياس تأثير وانعكاس هذا النزيف البشري الذي أصاب تونس على المجتمع ومن السابق لأوانه معرفة مستقبل هؤلاء المقاتلين الذين دفعهم التشدد أو اليأس ليقاتلوا تحت شعارات دينية في دول الشرق الأوسط وإفريقيا غير أن النتيجة الحتمية لمغامراتهم كانت كسر قلوب عائلاتهم ومواجهة مصير مأسوي والذهاب في رحلة من دون عودة أرحب بكم مجدداً أذكر بعنوان حلقة اليوم من عن قرب كيف تواجه تونس انضمام الشباب إلى التنظيمات الإرهابية بالتفصيل نتابع معي من تونس الخبير في الجماعات الإرهابية دكتور عليا العلاني دكتور عليا أهلاً بك معنا في سكاي نيوز عربية سمحني بداية أبدأ من أصل المشكلة ماذا فعلت السلطات عندما اكتشفت وجود هذه الظاهرة منذ البداية قبل الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها تونس مساء الخير أعتقد أن بالموضوع هؤلاء المقاتلين التونسيين الذين كثر عددهم وأصبحوا في المراتب الأولى من حيث عدد القتاليين أو السلفية الجهادية أعتقد أن هذا يعود إلى عدة أسباب حتى قبل عملية سوسا نحن نعرف أن تونس تعرضت إلى نزيف في العمل الجهادي نحن نعرف أن أطول فترة حكم في بلدان الربيع العربي كانت في تونس حكم الإسلاميون سنتين وثلاثة أشهر وكانت كافية لتوطين هذه الجماعات السلفية الجهادية في البداية كان هناك نوع من غض الطرف لتلك السلطة التي كان يتحكم فيها الإخوان في تونس نحو الجهاديين نحن في تونس عشنا كل أسبوع كانت هناك خيمات دعوية يترأسها أبو عياض وكانت هناك قواف الخيرية وكان هناك أكثر من ستمائة مسجد مراقب من طرف السلفين الجهاديين لأن هذه الوضعية لما خرج الإسلاميون ماذا فعلت أنذاك؟ السلطات أنذاك لم تفعل شيئا بل كانت تقول أنها تريد أن تروض هؤلاء الجهاديين لكي يقبلوا بالفكر الديمقراطي وكانت هذه مغالطة كبرى لأن الطيارات السلفية الجهادية لا تؤمن أصلا إلا بدولة الخلافة وربما كان الإسلاميون يريدون من تلك المجموعات أن تكون كتلة انتخابية كبيرة لهم لكن عندما وقعت أحداث السفارة الأمريكية في تونس والاغتيالات السياسية غير هؤلاء من سياستهم ولكن بعد فوات الأوان هل غيرت السلطات من سياستها بعد هذه الأحداث؟ بالطبع بداية من الحكومة السابقة حكومة المستقلين السيد مهدي جمعة أول قرار خرجه هو تجريم القتال خارج تونس وبالتالي هذا القانون لم يتخذ زمن حكم الإسلاميين في زمن حكم الترويكا فأول قرار وكان منذ تقريبا ثلاثة أو أربع أشهر حكم على بعض العائدين من سوريا بالمؤبد يعني السجن مدى الحياة إذن كان هناك هذا القرار ثم أيضا في الفترة الأخيرة في عهد الحكومة السبسي إذن من يفكر بالعودة لن يعود يعني هذا في المرحلة الأولى أن من يفكر بالعودة لم يعود لكن في داخل الحكومة أخيرا ارتفعت بعض أصوات بمناسبة التحذير للمؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب أصبح هناك حديث عن عملية تأهيل هؤلاء الجهاديين بين ظفرين فبالتالي الآن هناك تفكير في طريقة استعاب هؤلاء ولكن أعتقد أن هذا لا يمنع هؤلاء العائدين من المرور أمام المحاكم التونسية ولكن ربما سيترك باب التوبة مفتوحا بناء على عملية تأهيل تنقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول هو قسم أمني أي أن يقع عملية تدقيق في المصار القتالي لهؤلاء ما هي الأسلحة التي تدرب عليها ما هي المجموعات التي قاتل في صفوفها ثم أيضا هناك مصار فكري إيديولوجي أي ستقع مراجعة أفكارهم بحضور علماء دين وعلماء اجتماع وعلماء نفس لمراجعة بعض المفاهيم الأساسية كالجهاد والتكفير إلى غير ذلك ثم هناك مصار ثالث وهو المصار الاجتماعي سيقع النظر في كيفية إدماج هؤلاء العائدين في الدورة الاقتصادية لأنه كما تفضلتم في شريتكم معظم الذين خرجوا إلى القتال هم من الفئات الضعيفة أو من الطلبة وبالتالي هؤلاء العائدين سيوضع لهم هذا البرنامج التأهلي وهناك أصوات الآن ترفع في تونس من طرف المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية حتى يقع إيواء هؤلاء العائدين في مركز خاص وليس في السجون العادية لا يقتنع كثيرون بأن تونس مصدر للإرهاب لأن التركيبة المجتمعية لتونس لربما لم تكن توفر حاضنة للفكر المتشدد كيف نفسر هذا في ظل التقارير الصادرة وما ذكرناه أيضا في التقرير وما تفضلت به بأنها بالفعل أصبحت الآن مصدرا كبيرا لها أستاذ علي دعني أشرح لك على الأقل بعض عناصر تؤكد أن تونس ليست حاضنة للإرهاب في الفترة الأخيرة لماذا كثرت بعض العمليات الإرهابية لأن الإرهابيين بدأوا يفقدون تلك الحاضنة في فترة حكومة الترويكا كان هناك رحلة ذهاب جيئة وذهاب بين السكان والذين لم تكن السلطة رقيبهم وبين إرهابي الجبل أو في المناطق الصحراوية هذه الحاضنة الآن نقصت لعدة أسباب لأن قانون الإرهاب الذي صدر أخيرا يشدد العقوبة على كل من يقدم عونا للإرهابيين أولا وثانيا لأن التونسيين اقتنعوا أن هذه العمليات الإرهابية هي أضرت وستذر بمصالحهم إذا استمروا وبالتالي ماذا حصل في العمليتين الأخيرتين في سوسا وبعد سوسا وباردو هو أن بعد هاتين العمليتين السلطة أجهضت أكثر من 12 عملية بمجرد إبلاغ السكان عن مشاريع عملية إرهابية أي أن السكان بدأوا يتعاملون مع السلطة الرسمية هذا على الصعيد الداخلي أستاذ علي ولكن على الصعيد الخارجي أيضا على الصعيد الخارجي هل هناك موقف واضح الآن من الحل في ليبيا يعني يذهب إلى أبعد من أن يكون بناء ساتر ترابي وخندق لربما مراقبة الحدود فقط على الصعيد الخارجي هناك عناصر لا تتحكم فيها تونس يعني العناصر الإقليمية خاصة فيما يخص الحوار الوطني بين الليبيين تونس في كم من مرة احتضنت اجتماعات للفصائل الليبية ولا تزال إلى اليوم تحتضن ثم أيضا هذا الجدار الترابي من شأنه أن يقلل كما يقول الخبراء الأمنيون أن يقلل من 70% من عمليات التسرب وخروج الإرهابيين أو دخول الأسلحة إلى غير ذلك ولكن بطبيعة الحال الوضع الإقليمي يبقى هو الجرح النازف بالنسبة إلى تونس وأعتقد أن هناك مساعي بقدر ما تتقدم العملية السياسية في ليبيا بقدر ما يخف الضغط الإرهابي على تونس في أقل من دقيقة هذا السؤال لأن ربما أحد المشاركين على توتر طرحه كم هو الصعب الآن التمييز بين محاربة الإرهاب والجماعات المتشددة ومحاربة الدين لا أفترض وجود محاربة للدين ولكن إغلاق المساجد أيضا وصف بأنه محاربة للدين في نصف دقيقة أستاذ علي يعني لا أعتقد أن هناك محاربة للدين لأن المساجد التي أغلقت تقريبا ثلثها تم فتحه بعد أن تم تسوية وضعيته لأن تلك المساجد لم تكن خاضعة للصلة الرسمية هي ليست محاربة للإغلاق للمساجد هناك مساجد أيضا ليست فيها الشروط الصحية وهناك مساجد كان يسيطر عليها الإرهابيون الذين يغسلون أدمغة الشباب الآن الصلت أرجعت إلى العمل ثلث المساجد ولا تزال في طور إرجاع بقية المساجد الأخرى شكرا جزيلا لك الخبير في الجماعات الإرهابية دكتور علي الأعلاني كنت معنا مباشرة من تونس بإمكانكم مشاهدين متابعة هذه الحلقة وإعادة بثها بكل تأكيد على جدول إعادة بث البرامج على سكاي نيوز عربية وموقع سكاي نيوز عربية وبكل تأكيد بإمكانكم إيجادها على تويتر وعلى صفحة سكاي نيوز عربية الخاصة بنا على فيسبوك أيضا إلى اللقاء